الجيل الحالي بدأنا نتابع أن الجيل الحالي يتأثر كثيراً ويتفعل أكثر والجيل الحالي بدأ يرى بنفسه كل المذابح ويرى الإبادة الموجودة في قطاع غزة لو عدنا مع حضراتكم للتاريخ وهذه الجرائم لم تتوقف أبداً طوال القضية الفلسطينية التي دامت أكثر من 75 عام كلنا نذكر عام 1948 نذكر تماماً المذابح درياسين قلقلية 56 وأيضاً نذكر مذابح زي خان يونس أيضاً سنة 1956 وغيرها من صبرة وشتيلة وكل المذابح والجرائم الحرب التي كانت موجودة على أرض فلسطين إذن ما الذي حدث هذه المرة؟ الذي حدث هذه المرة بأن الحرب على الهواء بمعنى أن كثرت كل التغطيات الإعلامية الموجودة وخاصة التغطيات الإعلامية التي تنقل الحقيقة كما هي تماماً ولا تكذب ولا تنقل الإعلام الكاذب الذي يحاول دائماً المحتل الإسرائيلي الغاشم أن ينقله من خلال وسائله الإعلامية ومن خلال المتعاطفين معه إعلامياً أيضاً سواء في الدول الغربية أو الأمريكية اللي حدث أكثر أيضاً أنه الشباب أو الجيل الحالي من السن الصغير بدأ يتفاعل على السوشيال ميديا بدأ يشاهد مشاهد كثيرة بدأ يتابع فيديوهات بدأ يتواصل مع أهلنا في قطاع غزة خاصة من السن الصغير الذي يماثلهم فكانت إذن هو التوثيق بدأ يشعر بالقضية بدأ يسأل وبدأ يتفاعل كثيراً نحن اليوم أمام حرب إبادة أمام ما يحدث في قطاع غزة ولكن على الهواء صوت وصورة وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي هذا ما يعيش الجيل الحالي تعالوا معنا مزيد من التفاصيل والتحليل كيف حدث هذا وما الفائدة بأننا ننقل كل شيء صوت وصورة الآن معي أيضاً في ستوديو القاهرة الباحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي عاطف مساء الخير وأهلاً بك أستاذ علي مساء الخير يعني يمكن كنا بنتحدث واليوم في حلقة بيت للكل نحن نتحدث عن الجيل الحالي الجيل الحالي يتابع الجيل الحالي يشاهد والجيل الحالي أيضاً هو من أدار فكرة المقاطعة لكل من يتعامل مع المحتل الغشب يعني احنا في الحقيقة منذ بدء الصراع في قطاع غزة في يوم 7 أكتوبر احنا شفنا أنه فيه يعني تأثير كبير جداً للثورة الرقمية وانتشار أجهزة التكنولوجيا الحديثة لدى أجيل الشباب يعني شفنا أنه كان ولا يزال مؤثر جداً في نمو الوعي أو المعرفة لدى قطاع الشباب على وجه يعني بشكل مؤثر أكبر لدى الشباب شفنا أنه يعني جميع أجهزة التكنولوجيا الحديثة من التليفونات وغيرها يعني أثرت على وعي الشباب تجاه القضية الفلسطينية تحديداً خلال الفترة الماضية شفنا أنه أحداثت لهم يعني معرفة لحظية أو لحظة بلحظة فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية شفنا أنه أدركوا جوانب القضية بشكل أكبر شفنا أن الناس أو الشباب تحديداً بدون هما يقرأوا بشكل معمق أكثر فيما يخص القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية تابعوا الأحداث يعني لحظة بلحظة وتكونت لديهم يعني صورة معمقة تجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي ويعني خلال العقود الماضية ده يعني إحنا ما كناش يعني شايفينه أكثر قبل انتشار يعني الثورة الرقمية في الوقت الحالي أو أجهزة الإنترنت إحنا يعني شايفين دلوقتي أن جميع أو أغلب قطاعات الشباب لديهم أجهزة تلفونات محمولة مزودة بالإنترنت الجميع يستخدم هذه الأجهزة وأيضا يستخدمها في مسألة معرفة ما يحدث حوله في البلدان الأخرى ومن بينها القضية الفلسطينية فبالطبع يعني هذه الأجهزة والثورة الرقمية التي نشهدها منذ يعني الأقل يعني عقدين من الزمان أعتقد أنها أسارت بشكل كبير جدا لدى جيل الشباب وانتشار أيضا وسهولة الحصول على مسألة الإنترنت وأيضا انتشار مسألة السوشال ميديا فأعتقد أنها ساهمت بشكل كبير خلينا إذن نحن يعني متفقين بأن الجيل الحالي أو جيل الشباب سيما بنقول واستعمالهم لكل مواقع تواصل الاجتماعي والسوشال ميديا والتفاعل اللي موجود وأيضا أصبح لهم أراء يعني هم من يشيرون ما يحدث في القطعة هم أيضا يتفاعلون مع من يدعم المحتل الغاشم أو الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام ولكن هل ترى أن السوشال ميديا اليوم هي سلاح زحال الدين هم يتفاعلون بالفعل وأصبح فيه وعي أكثر بالقضية الفلسطينية وبتفاصيل كثيرة لم يكن يعرفونها ولكن في نفس الوقت هل هذا الوعي منظم؟ هل هذا الوعي ممكن يفيد القضية؟ يعني في الحقيقة السوشال ميديا أو الإعلام بشكل عام هو السلاح ذو حدين وتحديدا السوشال ميديا لديها جانب إيجابي وجانب سلبي من الممكن أن تستخدم بعض الدول جهازة السوشال ميديا للتأثير بشكل سلبي على قضية ما زي القضية الفلسطينية هناك بعض الانتشار لبعض الصفحات أو كذا التي يعني تضل المعلومات أو تنشر معلومات مضللة فيما يخص القضية الفلسطينية وهناك أيضا يعني صفحات أخرى وسائل أخرى تنشر الحقيقة فيما يخص القضية الفلسطينية وتنشر ما يحدث يعني على أرض الواقع فهي السلاح ذو حدين من يعني أعتقد خلال الفترة الماضية أعتقد أن الأمر اختلف إلى حد ما لأن يعني أصبحت المعرفة منتشرة بشكل أكبر لدى جيل الشباب فيما يخص ما هي ما هي الوسالة الإعلام أو ما هي الصفحات التي تنشر مثلا الحقيقة أو الصفحات الأخرى المزافة التي لديها أهداف أخرى أعتقد أن المعرفة أيضا لديهم تطورت فيما يخص هذا الأمر طيب خلينا نقول أيضا بأنه الجيل الحالي حتى لما نزل الشوارع الغربية يعني الجيل اللي هو حتى مش الشباب حتى من العرب ولكن أيضا الشباب اللي موجودين سواء في دول غربية أو أمريكية فشفنا في مظاهرات كثيرة جدا شباب هم من يقودون هذه المظاهرات ويرفعون بالرأي هل أيضا ده لأنه هم أصبحوا يرون الحقيقة والواقع على الأرض يعني الآن فكرة أنك تخفي معلومة أو أنك يعني تحاول أنك تخفي الحقيقة أصبح صعب يعني لأنه كل شيء ممكن يتم نقله في ثواني من خلال أي موقع من مواقع السوشيال ميديا بطريقة ولكن هل هذا أيضا يخدم القضية من حيث التوثيق يعني الناس يبقى عندهم دراية وفي نفس الوقت أنت تقدر تستخدم أحيانا بعض الأشياء اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا يعني مسألة التحرك بعض المواطنين أو بعض الجاليات العربية في دول غربية أعتقد أنه لأنهم لا ينفصلون بشكل كامل عن ما يحدث في المنطقة العربية وتحديدا يعني فيما يخص القضية الفلسطينية أعتقد أن السوشيال ميديا لعبت دور كبير في إيصال المفهوم والمسألة الفلسطينية إليهم بشكل أكبر يعني أصبحوا غير منفصلين عن القضية الفلسطينية وعن ما يحدث في فلسطين فأعتقد أن السوشيال ميديا أيضا عملت حلقة اتصال ما بين الشباب العربي في الدول الغربية أو أي دول أخرى وما بين الشباب العربي في الداخل فأعتقد أنها أصبحت حلقة وصل فيما يخص هذا وإحنا شايفين أن هناك تنصيق مثلا على السوشيال ميديا ما بين بعض الشباب العربي في البلاد الغربية وبعض الشباب داخل البلاد العربية أنا عايزة أروح مع حضرتك الحوار إلى منطقة أخرى خلية نتكلم على المقاطعة وهي أيضا نتيجة عمل عدد كبير من الشباب بشكل عام على مواقع التواصل المجتمعي وعلى كل السوشيال ميديا بمقاطعة كل المنتجات أو كل من يتعامل مع المحتل الإسرائيلي ويدعمه وفي نفس الوقت نحن نرى أيضا المقاطعة من الناحية الأخرى يعني أنه طبعا لأنه المحتل الإسرائيلي يرى بأن هناك مقاطعة له فهو أيضا يريد أن ننضم له مقاومة أخرى من ناحيته فكيف ترى هذا الصراع؟ يعني أولا فكرة المقاطعة أعتقد أن السوشيال ميديا لعبت فيها دور كبير جدا خلال الفترة الماضية يعني الترابط ما بين التطور والمعرفة والسوشيال ميديا وتوجه الشباب تجاه أو معرفة الشباب بالقضية الفلسطينية بشكل أكبر أعتقد أنه دفع أو أبرز بشكل أكبر قضية مسألة المقاطعة يعني خلال السنوات اللي فاتت لما حصل بعض أيضا المناوشات أو الصراعات داخل الأراضي الفلسطينية والاعتداءات والهجامات الإسرائيلية يعني أعتقد أن فكرة المقاطعة لدى الشباب العربي لم تكن بارزة يعني كما نراه في الوقت الحالي أعتقد أن دور السوشيال ميديا يعني كان يعني جوهري جدا فيما يخص يعني إبراز فكرة المقاطعة لدى قطاع الشباب تحديدا يعني إحنا بنشوف أن في الوقت الحالي كثير من الشباب قد أقدم على مقاطعة منتجات بعينها يعني يقول أنها تدعم دولة الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي خليني أقول يعني مثلا الإعلام الرسمي عموما أو الإعلام قنوات الإعلام بيبقى عندها كمان مهمة مهمة توثيق المعلومة تأكيد المعلومة وأن هي تنقل المعلومة الصحيحة بالتالي كمان كل القنوات دي عندها طبعا منفذ على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حتى على رأسهم طبعا القناة الإخبارية المصرية القاهرة الإخبارية أنا أقدر إزاي أستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي ومن إعلامي الرسمي فإنه كمان الجيل الحالي بدأ يشيره وبدأ يتفاعل معي وسائل التواصل الاجتماعي الآن تحقق نسبة مشاهدات لدى الجميع صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فأعتقد أن مشاركة هذه البرامج أو مشاركة هذه البسطات بشكل عام المنبثقة عن برامج تلفزيونية نعتقد أنها بكلها تأثير أيضا موازي لمسألة مشاهدة التلفزيون لأن في الوقت الحالي يعني الجميع الشباب أو أعتقد الأغلبية من الشباب لديهم أجهزة تلفون محمولة فأعتقد أنهم بيستطيعون هو خلاص هو التلفزيون كله انتقل إلى السوشيال ميديا يعني كل القنوات الإخبارية يعني حتى برنامجنا هنا موجودة على السوشيال ميديا فإذن التواصل يعني رايح جاي طول الوقت إزاي أقدر أنا كشباب عربي أو أقدر كشباب عموما أضغط على دولة الاحتلال أنا كمان من خلال استخدامي يعني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يعني عن طريق النشر المستمر لي جرائم دولة الاحتلال الإسرائي داخل قطاع غزة وتكسيف هذه العملية على السوشيال ميديا فهذا الأمر أعتقد أنه سيؤثر كثيرا في مسألة رفع الوعي لدى جميع المواطنين حتى غير المستخدمين للسوشيال ميديا عن طريق تناقل أو نقل هذه الأخبار والأنباء من شخص لآخر أعتقد أن نقل هذه الأنباء سيؤثر على حتى من لا يشاهدون التلفزيون بشكل عام أو وسائل التواصل الاجتماعي فأعتقد أن دول السوشيال ميديا مؤثر بشكل فعال فيما يخص هذه القضية مصر تحدثت مرارا وتكرارا على عدم قبولها أبدا للتهجير القصري للفلسطينيين أو حتى التصريحات اللي كانت بتطلع من دولة إسرائيل ومن الاحتلال التصريحات اللي هي بشأن أنه ممكن يتم توزيع الفلسطينيين بشكل توطين طوعي في دول بغيرها أعتقد هذا الموضوع لم يجد أي رواج بل بالعكس إحنا شفنا تأثير السوشيال ميديا هنا أنه أهلينا في قطاع غزة كانوا بيطلعوا ويقولوا إحنا بقين إحنا قاعدين إحنا مش حنسيب الوطن إحنا مش حنسيب بلدنا وشفنا ناس كتير مع بداية الهدنة اللي مرت يعني منذ أيام أو أسابيع البداية الهدنة اللي كانت موجودة شفنا كتير بيحاولوا يرجعوا تاني يدخلوا قطاع غزة رغم أن هم كانوا خرجوا من القطاع للعلاج ولكن عادوا مرة أخرى يعني هو ده أصلا بيندرج تحت مسألة حروب الجيل الرابع أو فيما يخص مفهوم الهندسة الاجتماعية يعني في علوم حروب الجيل الرابع هناك مفهوم الهندسة الاجتماعية وهو التأثير على الرأي العام داخل أي دولة أو تأثير على السلوك المواطنين بشكل عام وإعتقد أنه ده الجانب السلبي اللي كنا بنتكلم عنه فيما يخص تأثير السوشيال ميديا وهو فيما يندرج تحت مفهوم الهندسة الاجتماعية التي تستخدمها بعض الدول فيما يخص قضايا معينة ومن بينها القضية الفلسطينية ولكن أعتقد برضو أن التلفزيون بشكل عام أو وسائل التواصل الاجتماعي أيضا بشكل موازي بيلعبوا دور أيضا إيجابي فيما يخص أو دور مضاد ضد مسألة الهندسة الاجتماعية السلبية التي تراها بعض الدول وهي فكرة الحرب حتى على التصريحات فكرة أننا أعود المتلقي أو المشاهد أو المستمع أننا ألقي بعض التصريحات اللي هي يعتاد عليها زي تهجير القصري أو تهجير الطوعي اللي تلين الحقيقة كانوا مرفوضين رفضا بد طيب السؤال الأخير مع حضرتك يعني يمكن ذكرت في البداية بأن في خلال القضية الفلسطينية أكثر من 75 عام شهدنا وتبعنا جرائم الحرب على أرض فلسطين زي المذابح اللي كانت موجودة سنة 48 وسنة 56 وأيضا 56 من قلقلية لخان يونس لصبرة وشاتيلة لديرياسين كل هذه المسابح اللي وثقت بالصورة أو كتب عنها التاريخ ولكن ما نراه الآن في عشرين تلاتة وعشرين والإبادة على غزة التوثيق بقى مختلف والحال مختلف هل هذا سيفيد القضية والمقاومة الفلسطينية فيما بعد في الخطوات المقبلة؟ بالضبط المسألة الآن اختلفت عن السابق التوثيق الجرائم في الوقت الحال أصبح بالصوت والصورة يعني احنا خلال مثلا العقود الماضية من الصراع الفلسطيني الإسرائيل والاعتداءات الإسرائيلية على الشقاء الفلسطينيين نحن ما كنا شايفين أن هذا توثيق بالصوت أو الصورة كان فقط تداول أحاديث أو تقارير فيما يخص هذه الجرائم ولكن في الوقت الحالي احنا شايفين توثيق للجرائم الإسرائيلية ضد الشقاء الفلسطينيين بالصوت والصورة وأعتقد أن هذا قد يفيد أيضا بعض القانونيين فيما يخص مثلا مقاضات يعني مسؤولين إسرائيليين محكم الدولية مثلا جرائم حرب بالضبط يفيدهم في هذا أعتقد حتى كمان هي مزيد من الوعي يعني نحن استفدنا بمزيد من الوعي للجيل الحالي اللي هو الجيل اللي حيدافع عن القضية غدا بإذن الله فإذا كان هذا الجيل بهذا الوعي حتى وإن كانت إمكانياته الآن موجودة فقط في سوشال ميزايا ولكن غدا هتكون الإنكانيات أكيد أقوى وأعمق وأفضل بالنسبة للقضية الفلسطينيين أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ علي عاطف البحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية أشكرك شكرا جزيلا نورتنا في بيت للكل رسالتنا في بيت للكل الحقيقة كل أسبوع نحاول أن ندقق ما حضرتكم ندقق في كل ما يحدث وكل ما حدث في هذه الحرب التي تخطت يعني أصبحنا قرابة شهرين تقريبا ونحن نبحث وندقق إذا كان الجيل الحالي ينضم لهذا البحث معنا والتدقيق ويحاول بمفهومه ووعيه للقضية الفلسطينية أن يكون معاون ويستخدم سلاح السوشيال ميديا فأهلا بكل الأسلحة إذا كانت ستكون السبيل إلى أرض الحرية وأرض السلام الاحتلال في زوال وفلسطين باقية تصبحوا على الفخير